اليوم الرابع لاجتماعات الائتلاف الوطني رئاسة جديدة وحكومة مستقيلة وانقسام سياسي مستمر إثر التكتلات والتحالفات المتغيرة على قاعدة المصالح هذا كله لم يمنع أعضاء الائتلاف بأن يطلقوا وعودهم مبشرين بمرحلة جديدة وهم لا يفشون سرا حينما يسألون عن الأداء السيء للائتلاف ليس سرا أن أداء الائتلاف بالفترة الماضية كان تعرض لعثرات كثيرة لتجد ظروف كثيرة منها ما هو موضوع يتعلق ببنية الائتلاف ومشاكل الداخل الائتلاف وما يتعلق بالوضع الإقليمي والدولي لقد كانت معركة حماسية وهي إيجابية في الظروف الطبيعية وينبغي أن تكون كذلك في كل الظروف أعتقد أنه بعد هذه المعركة الانتخابية علينا جميعا أن نعمل كفريق متكامل كلهم بحسب اقتصاصه سلسلة الاجتماعات لن تنتهي جولة جديدة مرتقبة لاختيار رئيس للحكومة خلفا لغسان هيتو باب الترشيح مفتوح والمنافسة على المنصب قد تعمق لانقسام مجددا كما تعلمون الأستاذ غسان هيتو كان مكلف بتشكيل هذه الحكومة من قبل الائتلاف الوطني وقد قام بالإعداد لهذا الموضوع وقدم شرح حول هذه القضية اليوم وأتبع ذلك باعتذاره عن هذا التكليف وسيقوم الائتلاف بعد أخذ بعض المشورة مع أطياف داخل الائتلاف وأيضا استقبال بعض الطلبات من قبل من يجدون بأنفسهم القدرة على هذا المنصب المهم في هذه الفترة خلال عشر أيام سيقوم بتحديد أو بتعيين شخص يكون مكلف لرئاسة هذه الحكومة الرئيس جديد الائتلاف بدأ واثقا من النصر وقال ردا على سؤال الأوريانت بأن الأشهر الستة القادمة سوف تحسم الأمور والمواطن السوري في الداخل ينتظر أن تتحقق تلك الوعود في هذه الغرفة المغلقة اجتمع أعضاء الائتلاف تناقشوا ثم اختلفوا ثم انقسموا ثم انتخبوا وعادوا للانقسام مجددا قلة منهم من اهتم بمأساة السوريين في الداخل مؤيت سكيف واريانت نيوز اسطنبول